موسيقى 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 أنا اسمي إبراهيم بدر عمري 87 سنة بنتي اسماء العمار بدر عمري سنتين اسمها حالا اسماءي نعم أنا كنت بالأساس قبل الحرف أنا كنت مهنتي هي كان سيارت موبايلات وموترات بس بالحرب تغير كل شي طبعا لأنه وصارت الأزمة وكذا فتعددت المهن أنا بشتغل جاتور بشتغل بيتيفور بشتغل أوليب رسم أوليب مجسمة بشتغل كل هدون يعني هلا هو أنا كان مصرتي لكما أتخبرت لك أنه أنا موبايلات بس مشكلة الأزمة مضاء فيه يعني هاي المهنة ماتت فيه يعني أضعت الكهارب وما فيه وسيلة بقى حتى مواحد ما سيقدر اشتغلها الشيء وبتعرف الموبايلات والكمادرات بشتغلت كهرباء فطريتنا أطلع على و أنا بحب يعني أنا هوايتي كانت هي مصطحتي يعني أنا بحب من الحلميات فتعلمتها بس ما كان في حدا بشجانة هاد الشيء وقت الحرب وكذا دخلت بهالم مجال هذا والحمد لله يعني توفقت فيه أدنبع على هوب سنتر والحمد لله فترة قصيرة ساعدوني وعني إجت الموافقة فكانت نقلي يعني نقلي يعني يعني من حياتة حياتي جديدة يعني نقليت العمر تقول لأنه يعني أنا كنت نسع عندي مفرد مرة صرت أنه أنا مسروح عن حالي وصا عندي محل وصا عندي كذا فنقلي كانت كتير حلوة وفي نفس الوقت يعني كانت لنجرأة بالهوب سنتر أني قدمت على طلب يعني أنه أنا بدي كذا بدي كذا بدي ككل أموري كلا ياتا أشترى لي الفرن فرن لقاته اشترى لي البرار لقاته اشترى الخفاءة عجاني اشترى الطاولة طاولة الشغل كمان فيه شغلات كثيرة كمان عندي نعمية يعني اشتراها مثل الطعب صبات الرات وكذا وهيكي يعني كل المنسازمات اللي بدي إياها أمالي إياها التعامل كان ممتاز يعني التعامل كان كله ممتاز وكاني سريح لإستقبار كل المركز أنا في الوقت الحالي في الوقت اللي استقلت هلا ما في حدا يساعدني باعتبار أنه كان الشغل هلا مبدئي بس في يعني مثلا تدزل مدام تشوي مثلا تقرب بالمحل هوني بتشيرك يعني شغلات بسيطة أو كذب بس يعني الشغل هلا مبدئياً كويس حمد لك بالمبدئي يعني طموحاتي لقدام أني أنا أطور شغل أكثر من هيك أحاول أني مثلا أني أتعامل مع محلات أو أوزعهم أو أردهم يعني بشان يكبر مشروعي أكتر أنا طبعاً متأين هلا أنا عب أبيع بسهم به المحل بس بالأيام الجاي إن شاء الله بدي حاولي أني أطور حالي أكتر أو أزل المحلات يعني أشعر إسمي أكتر من هيك فيه أخبالية يعني محدة يأخذ مني بس بالوقت الحالي أنا موصل لسفة رأسية للفاتح فإن شاء الله بالأيام يعني بدو يصير توسيع شغل أكتر من هيك إن شاء الله من ناحية أنه فيه أمل طالما فيه جمعيات مثل هوب سنتر على تساعد هذه الشباب فأكيد أنه فيه أمل نحن إنه نقدر نعيش هذه البلد لدى نرجع مثلا أنه يعني نستمر فيها لأنه هذه البلد يعني الحمد لله كل مال على أحسن بتشكر هوب سنتر وتشكر مساعدتكم لأبيل يعني كانت كتير كتير نقلة كبيرة بحياتي كبيرة كبيرة موسيقى ترجمة نانسي قنقر